أدو الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فما من إنسان على وجه الأرض يؤمن بالله وباليوم الآخر إلا وغايته إلا وأمنيته أن يدخل الجنة لذلك أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضوان الله عليه كن محسنا فقال يا رسول الله كيف أعلم أني إذا أحسنت أني أحسنت وأني إذا أسأت أني أسأت الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه ويوصله إلى الجنة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة هذه غاية وهذه أمنيته هو يريد أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة كن محسنا فقال يا رسول الله فسر لي هذه الكلمة كيف أعلم أني إذا أحسنت أني أحسنت وأني إذا ما أسأ أني أسأ حتى أضمن الجنة وأنا في هذه الحياة الدنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موطن الشاهد سل عنك جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وفي رواية فإن قالوا إنك أحسنت فقد أحسنت وإن قالوا إنك أسأ فقد أسأ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الجيران شهادتهم للجار سبب للإحسان بل سبب في دخول الجنان كما أخبرنا النبي الهمام صلى الله عليه وسلم سل عنك جيرانك فإن قالوا إنك محسن فقد أحسنت وإن قالوا إنك مسيء فقد أسأ يعني إن شهد لك الجار بحسن الجوار فأنت محسن فتجب لك الجنة وإن شهد لك الجيران بسوء الجوار فأنت مسيء وإن أسأ فلن تجب لك الجنة وإن لم تجب للمرء الجنة وجبت له النار نسأل الله السلامة والعافية لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحاديسه عن الجوار تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يربط حسن الجوار باليوم الآخر بالإيمان بالله وباليوم الآخر في القرآن الكريم ربط الله تبارك وتعالى بين عبادته وبين بر الوالدين وبين حسن الجوار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربة وبالوالدين إحساناً وبذي القربة فربط ربنا تبارك وتعالى بين عبادته بين عدم الإشراك بالله وعدم عقوق الأباء بين عبادة الله وبين بر الأباء وبين الإحسان للجيران كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويربط بين الإيمان بالله وباليوم الآخر وبين حسن الجوار وبين الإحسان للجار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا هذا حديث انظر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا في الحديث الأول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل يحسن لجارا في الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل فليكرم جارا وفي الثالث فلا يؤذي جارا ثلاث حديث متتالية من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا فليحسن لجارا فلا يؤذي جارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر وبين الإحسان للجار وبين عدم أذية الجار وبين إكرام الجار بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاسما يقسم برب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات متتاليات وهو ينفي الإيمان بالكلية على من كان مؤذيا لجار فيقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن هل يحتاج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسم حتى نصدقه هل يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا عن أمر عندما يعلمنا أمر عندما يرشدنا إلى خير هل يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه ثلاث مرات متتاليات وهو يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن انظر كيف أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التأكيد وهذا الترهيب وهذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خاب وخسر خاب وخسر يا رسول الله من هو؟ يعني من هذا الذي أنت تقسم عليه بالله ثلاث مرات متتاليات وأنت لا تحتاج أن تقسم لنا يا رسول الله عن أي شيء فمن الذي أحوجك أن تقسم بربك ثلاث مرات متتاليات هذا الذي أقسمت عليه خاب وخسر من هو يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه من لا يأمن جاره بوائقه يعني إذا كان الجار يخشى من أذى جاره إذا كان الجار يعمل حسابا لأذية جاره إذا كان الجار لا يأمن غدر جاره وشروره وبوائقه فلا يؤمن وما هو بمؤمن وإن صلى وإن صلى وإن صام وإن صاب وإن زكى وإن فعل الخيرات فليس بمؤمن أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات متتاليات وهو ينفي عنه الإيمان لا تقول قلبي عامرا بالإيمان فإيمانك إيمانك لا يدفعك للشر إيمانك إيمانك يحجذك عن الشر فإن كان الجار يخشى من جاره يقول أسافر وأخشى على بيت لما؟ لأمن له جار إذا ترك بيته ربما عدا عليه تخرج ابنته فيضطر الأب أن يصطحب ابنته حتى يوصلها لما؟ لأمن ابن جاره ربما يأذي ابنته لأمن الجار ينظر إلى أهل بيته الجار إذا وصل الأذى منه إلى جاره فليس بمؤمن وإن صلى وصام ولله قام فليس بمؤمن كما أقسم على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأي أذى يصل إلى الجار يخشى منه الجار وأي جار يخشى جاره يعمل حسابا لأذية جاره فهذا الجار ليس بمؤمن لا تظن أنت تقول أنا أجعل لنفسي هيبة أمام الجيران حتى يخشونني حتى يخافوني حتى يهابوني إذا لم أصنع ذلك أضيع وسط الجيران فلابد أن يكون لي موقف يهاني الجيران يخشاني الجار يخاف مني الجار يعمل لي حسابا الجار هذا ليس بإيمان أن يخشاك جاره أن يخاف من أذاك أن يخاف الجار من أذاك أنت لست بمؤمن وما دعاك دينك إلى هذا بل أقسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن نفي الإيمان عنك عندما يصل الأمر إلى هذا الحد إن عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه كان له جار يهودي لعبد الله بن المبارك هذا العالم هذا العالم الرباني الزاهد لم يكن إيمانه في لسانه وفي دعوته وفقر بل كان في عمله حركة حياة في دنيا الناس كان مثلا مضروبا وأسوة حسنة ترشد على دين ربنا تبارك وتعالى عبد الله بن المبارك له جار يهودي فهو حسن ويعامل جاره بما أمره به دينه دين الإسلام العظيم فهو يحسم إلى الجار لا أقول يكف أذاه عن جاره لا أقول يتعامل مع جاره بالإحسان وفقت بل يصبر على أذاه أيضا وجاره اليهودي اضطر من أجل أن يبيع داره فعرض بيته للبيع فأتاه مشتر قال بكم تبيع الدار قال بأربعة آلاف درها قال يا هذا إن بيتك لا يساوي إلا ألفين فأنت تبيعه بأربعة آلاف جاءه مشتر واثنان وثلاث كلما أتاه مشتر قال بيتي بأربعة آلاف قالوا إن بيتك لا يساوي إلا ألفين قال نعم بيتي يساوي ألفين وجوار عبد الله بن المبارك بألفين هذا الرجل هذا الرجل المبارك إن جاورته وصل إليك الخير منه فأنا أبيع بيتي بألفين وأبيع جوار عبد الله بن المبارك بألفين فأنا أبيع البيت بأربعة آلاف مقابل أمن من يشتريه سيكون مجاورا لعبد الله بن المبارك فلما سمع وعلم عبد الله بن المبارك بهذا من جاره اليهودي ذهب إليه وأعطاه أربعة آلاف درهم وقال له يا هذا المال هدية لك ولا تبيع بيتك أعطاه أربعة آلاف درهم وقال المال لك ولا تبع بيتك فما كان من اليهودي لما رأى في هذا الأوان وقبله لذلك كان يبيع جواره بألفين لما رأى هذا الإحسان وهذا القرم وهذا العطاء من هذا الرجل المبارك عبد الله بن المبارك قال اليهودي أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم اليهودي بسبب حسن جوار عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه الجار له حق الجوار حتى وإن كان على غير ملة الإسلام له عليك حق الجوار له حق حق الجوار أنت تحسن إليه لذلك كان عبد الله بن عمر رضوان الله عليه إذا ذبح الشاه يقول كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا مرقها وتعهدوا جارنا اليهودي اعطي لجارنا اليهودي فليصل خير لجار اليهودي فلما تعجبوا من صنيعه يهودي يقول يضو الله مغلولة يهودي أساء إلى النبي يهودي يقول ما يقول وأنت تحسن إليه يقول والله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظمنت أنه سيورثه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظمنت أنه سيورثه يعني يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد يا رسول الله افعل كذا لجار يا محمد أحسن لجار يا محمد اعتجار يا محمد سل جار فيأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوصي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون محسنا بل يحسن للجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أوص جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن النبي واعتقد الرسول أمن جبريل سيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد اجعل في شريعتك في شريعة دين الإسلام العظيم أن الجار إذا ما مات يرث جاره يعني يقول له نصيب في تركته مثله مثل ولده ظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أوصاه جبريل أمن الجار سينزل في منزلة الولد في الميراس فيكون له نصيب في التركة مثل الولد من كثرة ما أوصاه جبريل عليه السلام بحسن الجوار بالجار بالإحسان للجار كما بيّن لنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم هذا دين دين الإسلام العظيم يأمر بالإحسان وبحسن الجوار ويبين لنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينتفي عن الإنسان إذا كان سيئا في معاملته إذا كان سيئا مع جاره لذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجل يشكو جاره قال اصبر عليه عاد الرجل مرة ثانية فأمره النبي بالصبر عليه فأتاه في الثالثة يشكو أذية جاره لا يتحمل من جاره الأذية فقال له خير البرية صلى الله عليه وسلم اذهب إلى دارك وأخرج متاعك في الطريق يعني اذهب إلى بيت واخرج أساس بيتك في الطريق في وسط الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن نميط الأذى عن الطريق فكيف يخرج هذا أساس بيته ويضعه في الطريق واجلس بجواره ففعل الرجل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته وأخرج متاع أخرج أثاث بيته في الطريق وجلس بجواره فكلما مر عليه إنسان قال ما حملك على أن صنعت ما صنعت يعني امت ليه طلعت عفش بيتك بر بيتك وقالس بجواره وسيب البيت فاضي وقعث بر في الطريق يقول جاري يؤزيني فشكوته إلى رسول الله فقال لي النبي أخرج متاع بيتك في الطريق واجلس بجواره فيقول الناس ألا لعنة الله عليه ألا لعنة الله عليه فعلم الجار أن الناس يلعنون فذهب هذا الجار السيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مره أن يعود إلى بيته ويدخل متاعه يعني يعيد يعيد أثاث بيته في بيته فوالله لم يصل إليه مني أذن بعد اليوم يا رسول الله فإن الناس يلعنون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول للنبي فإن الناس يلعنون ني فقال له الرسول والله لقد لعنك الله والله لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس أنظر إلى هذا الحد أزية الجار وصلت إلى هذا الحد والله لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الجار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم إذن الجار له مكانة والجار له منزلة حتى ولو كان بربه كافرا حتى ولو لم يكن مسلما حتى ولو كان على غير ملة الإسلام فله حق الجوار وإن كان على ملة الإسلام فله حق الجوار وله حق الإسلام وإن كان قريبا لك بينك وبينه قرابة فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة ونحن نتغافل عن كل ذلك ولا نحسن إلى جوارنا بل أصبح اليوم المثل المضروب عند عامة الناس من ادعى الصلاح من ادعى أنه لا يؤذي أحد ولا يصل منه شر إلى أحد من الخل يقول أنا أفعل بهذا المثل يا جاري صباح الخير يا جاري انت في حالك ونفحالك من قال هذا ما قال دين بمثل هذا صباح الخير يا جاري انت في حالك ونفحالك لذلك تجد اليوم الناس يسكنون في بيت واحد طابق فوق طابق فتجد ربما في الشقة المقابلة له لا يعرف شيء عن جاري ولا يسأل عن جاري لا في فرحه ولا في أحزانه ولا يشاركه همه ولا يشاركه أحزانه مدعيا انت في حالك وأنا في حالك ما هذا بدين الإسلام العظيم هذا ليس بدين وما أمرنا بهذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن تكون ساكنا في بيت واحد في عمارة واحد في برج واحد وأنت لا تعلم حتى جوارك جيرانك المقربين في السكن لك أنت لا تعرفهم أنت لا تسأل عن أحوالهم أنت لا تتفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجار يأتي يتعلق برقبة جاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني معروفه الجار يأتي يتعلق برقبة جاره يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني معروفه لذلك يقول النبي والله لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع هذا ليس من الإسلام في شيء أن يكون جار وأنت لا تدري عنه شيء وأنت لا تعلم عنه أي شيء هذا ليس بدين الإسلام العظيم أن تكون مؤذيا لجارك هذا ليس من دين الإسلام العظيم أن لا تكون محسنا لجارك هذا ليس من دين الإسلام العظيم ألا تخرم جارك هذا ليس من دين الإسلام بل أمرك الإسلام أمرك دينه أن تتحمل الأذى من الجار إن كان جارك يؤذيك أن تتحمل الأذى منه وأن تكف أذاك أنت عنه وتتحمل الأذى أنت منه وأن تحسن إليه تكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن وصل الحد أن يخشى الجار جاره أن يخشى الجار من أذى جاره هذه صورة مشوهة في دين الإسلام العظيم لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيها ربنا وما أتان بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما لعبد الله أي الذنب أعظم كما هو في البخاري ومسلم أتدرون أي الذنب أعظم أتدري أي الذنب أعظم قال الله ورسوله أعلم وفي رواية أتى إليه هو إلى النبي فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم أي أكبر عند الله فقال رسول الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك يعني يأد ابنه يأد بنته يقتل ولده يقتل بنته بسبب الفقر خشية أن يطعم معه نسي أن الذي يرزقه وأن الذي يرزق ولده الله فيقتل ولده خشية أن يطعم معه قال قلت ثم أي يا رسول الله قال أم تزاني حليلة جارك يعني أن تزني بمرأة جارك ذنب كبير عند الله جلت قدرته لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما تقولون في الزنا تقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرامه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل في عشر بعشر نسوة أيسر عليه وفي رواية أهون عليه من أن يزني بحليلة جارك الرسول صلى الله عليه وسلم وقرر الأصحاب ما تقولون في الزنا يعني ما اعتقادكم في هذا الأمر في هذا الموبة قالوا حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة إذن أنتم تقررون أن هذا حرام وهذه كبيرة من الكبائر إذن أكبر من هذا لأن يزني الرجل هذا الحرام الذي حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة لأن يزني الرجل بعشر نسوة بعشر من النساء أيصروا عليه أهون عليه في الذنب وفي الإس من أن يزني بحليلة بامرأة جارك ما تقولون في السرقة قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه أيصر عليه من أن يسرق من بيت جاره السرقة كبيرة من الكبائر ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهون من أمر الزنا ولا يهون من أمر السرقة وإنما يبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أمر الذناء إذا كان مع حليلة الجار إذا كان مع امرأة الجار فهو كبيرة من الكبائر التي لا تغطفر وأمن أمر السرقة إذا كان مع من بيت الجار فهو كبيرة من الكبائر التي لا تغطفر إلا بالتوبة فسواء كان في الزنا أو كان في السرقة لابد من توبة نصوح لله تبارك وتعالى لأمن للجار للجار مكانة عند ربنا تبارك وتعالى لا ينبغي أن يحيد عنها المرء المسلم الموحد بحال من الأحوال أبدا هذا ما دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرم جارة لجارتها شيء الرسول صلى الله عليه وسلم انظر كيف يجعل نبي محمد صلى الله عليه وسلم تكافلا اجتماعيا بين الجيران ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلة بصلة الجار لجاره كما أمر بصلة الرحم كما أمر ببر الأبوين كما أمر بعدم الإشراك بالله والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجم كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تحقرم جارة لجارتها شيئا ولو فرسن شاء الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني ويأمرك هذا الدين أن يكون تعاهد الجيران الجار لجاره أن يتعهد الجار جاره وإن كان هذا الجار وإن كنت أنا فقيرا فلا أحتقر فلا أحتقر شيء أهديه لجاري ولا يحتقر جاري شيئا أنا أهديه إليه فلا تحقرم جارة لجارتها شيئا ولو فرسن شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ نأخذ hi ايه ايه الصرع في كده لما الأمة تتحرم من ضناها علشان الزوج متعدى على مرأة أخوه قدام مرأة وشرفه يتعدى بالضرب ام بالسب يتعدى ازاي؟ بالزنو نعم؟ بالزنو الزوج بيتعدى على مرأة أخوه يتعدى على مرأة أخوه في شرفه ومرأته تقلم الوضع ده وتتفاصل عني عاوزي حكم الشرف كده؟ اه عايزي اعرف ايه؟ يعني ان الامة تتحرق من ضناها أربع سنين وما وما تعرفش تصلوا لبمحكمة ولا بأي حاجة ويهددوها ويهددوا أبوها ويهددوا أموها ويتبلعوا عليهم جميع التقليل حاضر يومي حاضر يومي طبالي شكرا اختنا وأمنا السائلة سؤالها من شقين الشق الأول اعتداء الأخ على امرأة أخيه بأمر الفحشة هذا الأمر لا يحتاج إلى حكم حكمه معلوم حتى للفاعل نفسه ويعلم أنه قد ارتكب كبيرا من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى وتعددت فيها الآسام أولا هي امرأة أخيه فبينه وبين أخيه رحم لم يراعي رحمة التي بينه وبين أخيه وبينه وبين أخيه جوار لم يراعي الجوار بينه وبين أخيه وهو أمر حرمه الله لم يرقب الله تبارك وتعالى فيما صنع وفعل بل ارتفع عنه الإيمان كما قال النبي الهما صلى الله عليه وسلم لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن فهذا الأخ قد ارتكب لا نقول جريمة الزنا وفقط بل تعدى على وتخطى عدة جرائم بعضها أقبح من بعض فنسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين الهداية إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير وأما حرمان الأم من ابنها فهذا شرعا لا يجوز لا يجوز أن يحرم أب أم حتى ولو كانت هذه الأم سيئة لا يجوز لأب أن يحرم أم من ابنها فهذا حقها الذي تكفله الله تبارك وتعالى لها إن كانت الأم لا تصلح للتربية إن كانت الأم لا تصلح للتربية فلا يجوز له أن يمنعها رؤيتها قد يظل الولد مع أبيه ولكن لا يحرم الولد من أمه ولا الأم من ولدها نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين ناخد اتصالاتي فيه أستاذ أمل أيها السلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله وبركاته يعني أنا ممكن وصل لها إكلمة أو هيا بالضبط نعم يا فندم أرد أن أستاذ أمل أيها السلام عليكم فعليكم السلام وعلى الله وبركاته يعني أنا وصل لها إكلمة هي أو هيا بالضبط أتكلم من أفندم؟ أرد أن أتكلمني؟ أتكلمني؟ أنا لم أفهم حضراتك شكرا لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو في السن شاء يعني ولو كان شيئا يثيرا كمؤخرة القدم مؤخرة القدم إذا ما ذبحت ما يسمى ظفر الشاء لو أن تهديه هذا وهو لا قيمة له لو أن تهديه لجارك فلا تحكر المرأة شيء من ذلك أن تهديه لجارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعهد الجار جار وبيّن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة أسأل الأخت السئلة أصر عليها شوي النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمر المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق على النكر يعني صدقتها كثيرة صدقتها كبيرة هي غنية وتتصدق بجميع أموالها صائمة بالليل صائمة بالنهار قائمة بالليل وهي تتصدق إذن هذه إمرأة في ظاهر الأرض ظهر وبدى عليها علامات الصلاح وهذا ما يتمناه كل مسلم أن يكون لربه مصليا وبين يديه واقفا وأن يكون في النهار صائمة ثم هو يبذل ويعطي من ماله الكثير يمينا ويسارا يعطف على الأيتام ويتعهد المساكين ويتصدق بالكثير ولكن يا رسول الله هي تؤذي جيرانها بلسانها باللسان وفقط هذه الكلمة عندما يؤذي الجار جار بلسانه لا أقول يتعدى على حرمة جاره لا أقول انتهك عرض جاره لا أقول انتهك عرض قرابة وإنما تؤذي الجيران باللسان ربما تغتابهم بكلمة ربما تتلفظ بكلمة معهم بسوء ربما على صوتها على جيرانها فجيرانها يخشونها من أمر لسانها إذا ما تعاملوا معها إذا ما تكلموا معها عدوا لكلامهم معها حسابا لأنها ربما تؤذيهم بالكلام بل هي تؤذيهم لمجرد الكلام لا أقول رجل اعتدى على عرض أخيه وهو جاره لا أقول اعتدت على عرض جيرانها وإنما هو مجرد أذية باللسان فقال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار لا صلاة لا صيام لا قيام لا صدقة هي في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم أين صلاتها أين صيامها أين صدقتها كل ذلك لا قيمة له لأنها أذت الجار حتى وبلوا باللسان وهذا لذلك لو نظرت في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الإيمان بالله وباليوم الآخر وبين الإحسان للجيران والنبي نفى الإيمان بالله وباليوم الآخر وأقسم بالله أن من أذى جاره ولو بلسانه ليس بمؤمنا بالله لذلك لما أتت الصلاة لما جاء الصيام لما جاء القيام لما جاءت الصدقات لما جاء الأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر لما جاء كل ذلك في مقابل أن يكون هناك ذنب ولو في ظاهر الأمر يسير ضمن الناس واحتسبهم ناس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هذا الأمر الهيين في نظر الناس تأزي الجارة باللسان في مقابل كل ما تفعله من خيرات لا خير فيها لأن الإيمان انتفى كما نفاه النبي بل كما أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفاه جملة وتفصيلا على من فعل ذلك وعلى من صنع ذلك نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الرسول لا خير فيها هي في النار ناخد اتصالاتي في أمم محمود أمم محمد فضلي فضلي يا فضلي اللي ستحضر عليك حرام لا أنا مسامي حضرتك كويس علي صوتك وطي التلفزيون اللي ستحضر عليك الفلوس اللي عدوها للانتخابات دي حرام الفلوس اللي ايه اللي بيدوها في الانتخابات حرام يدو الناس فلوس عشان تديرهم طيب حاضر الفضلي فضلي بتسأل عن مسألة الفلوس اللي بيوضوها في الانتخابات يعني بصي حضرتك لو خدت الفلوس دي وانت بتنتخبي اللي انت يرحاله او انت طلع للفلوس المسألة محتاجة تطلعي ان شاء الله عدار الافتاء المصرية وهم يقولولك الفلوس دية حلال ولا حرام المسألة حلال وحرام دية محتاجة حاجات كتيرة ويتدخل فيها النواية انت طلع عليه مطلعتش ليه وإيه اللي حرفك وإيه اللي خرجك فدي محتاجة ان شاء الله دار الافتاء المصرية وانا لست بها بخبير معنات صلاتي في الاستاذة ولا ايوه السلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم لو سمحت عندي سؤالاني يا شيخ اول سؤال انا عندي لسه سن صغير يعني عندي 33 سنة بس باجي في صلاة العيشة ساعات يعني بصلي وانا قاعدة فهو كده يجوز ولا كده مش هينفع لصلاة فالجسم يعني بيبقى تعد من شغلة النهار والسؤال التاني كان فيه واحدة يعني واخد فلوسي فما رجعت ليش الفلوس ديت فانا قلت لها انا مش مسامحاكي وقلت لها ندرا على يوم ما تتوفي هروح لقبر بتاعك وقول ان انا مش مسامحاكي فهي توفت النهاردة فانا مش عارفة لازم اوفي الندر ده واروح اقول كده ولا اسامح او اعمل ايه عاضي شكرا يا شيخ بالنسبة لمسألة الصلاة ان انت حضرتك بتصلي وانت يجلسة بسبب الاجهاد اليومي تيجي تصلي العشاء بتصلي وانت قعدة لا شيء فيش اي مشكلة خالص صلي وانت قعدة مدام الانسان لا يستطيع ان يصلي وهو قائم يصلي هو جالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي من القيام فان لم تستطع فصلي جالسا فان لم تستطع فصلي على جنب النبي اللي قال كده انا صلي وانا واقف طب مش قادر وانا واقف اصلي وانا اقعد طب مش قادر حتى وانا اقعد على جنبي واصلي ولكن لا اترك الصلاة باي حال من الاحوال ومسألة ان انت بتقولي ان انا صغير عشان عندك 33 سنة المسألة دي مسألة نسبية ممكن يكون عنده 70 سنة وقادر ان يصلي قائما وممكن يكون عنده 15 سنة ومش قادر يصلي وهو واقف يصلي هو قاعد فدي مسألة من نسبية لان الصحة بتتفاوت من شخص لشخص فاي انسان سواء كان كبير في السن او صغير في السن انعجز عن القيام يصلي وهو جالس هذه اجابة السؤال الاول اما السؤال الثاني كان واحدة عليها ليك مال وانتي ما عطتوش وانتي ما سمحتهاش وندرتي لله ان انتي اذا ماتت ما تسمحهاش وتذهبي الى القبر وتقول لها مش ما سمحك انا اقول لحضرتك على شيء الله تبارك وتعالى يحب العفو والله تبارك وتعالى هو العفو وهذه المرأة بين يد يربها تبارك وتعالى والدين والدين يمنع الانسان من دخول الجنة الدين يكون حاجز حاجز مانع للانسان عن دخول الجنة حتى وان كان عمله عملا صالحا انت تعاملي بالفضل لا بالعدل تعاملي بالاحسان والله تبارك وتعالى يكافئك ويجيزيك خيرا هذه بين يدي ربها تبارك وتعالى فأولى لك ام تحسني اليها وان تعفي عنها وتسامحيها لله تبارك وتعالى فهي بين يدي ربها ولا شيء عليك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطع الله فليطع ومن نذر ان يعص الله فلا يعص لا اقول ان انت ذهبت بهذه معصية ولكن هذا ليس مطلوب ولكن المطلوب منك ان تعفي عنها وان تسامحيها بين يدي ربها تبارك وتعالى فيأحوج ما يكون الى ذلك وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى ان يعفو عن كل مبتلى وان يشفي الله تبارك وتعالى كل مريض وان يرفع الله تبارك وتعالى هم المهمومين وان يشفي مرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وان يشفي وان يعافي استاذنا الاستاذ جمال عبدالعظيم اسئولها هنا ان يشفيه ويعافيه وان يعافي جميع مرضى المسلمين وان يرفع عنا البلاء وان يكشف عنا الهم والغم انه لي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وعبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته